يبدو بأن الأرضية العربية وتحديدا العراقية منها لم تعد بتلك الخصوبة التي تمكن القوتين الإقليميتين تركيا وإيران من تعزيز علاقتهما بالتفاهم المشترك ذاته من بغداد وعلى لسان سفيرها هناك وجهت طهران انتقادات للوجود التركي في العراق وانتهاكاته أنقرة للحدود العراقية وتحديدا الغارات التركية على قضاء سنجار ومواقع حزب العمال الكردستاني تركيا بدورها لم تتأخر بالرد على تصريحات السفير الإيراني إذ قال سفيرها في العراق إن طهران هي آخر من يلقي محاضرة على بلاده بشأن احترام حدود العراق وغير مكتفية بهذا الرد استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني لديها وبين رد وآخر يطرح هذا الخلاف الدبلوماسي أسئلة العلاقات المعقدة ومتعددة الجوانب بين إيران وتركيا وانعكاساتها وما الثابت فيها وما المتغير وكيف يرتد هذا الخلاف على مسارات النزاع المفتوحة في سوريا والعراق ومسارح الأزمات الأخرى بداية وقبل الحوار يضعنا سلطان القيسي في صورة العلاقة التركية الإيرانية وشكلها سياسي وبعض من أدوار مرت بها إذن سلطان هذه المرة الثانية خلال فترة ليست بالطويلة أو القصيرة كما يقال لاستدعاء السفراء من قبل الجانبين يبدو أن الأمور تتجه نحو التوتر نعم حسين أبدأ من حيث انتهيت يعني التوتر هو سمة في العلاقة التركية الإيرانية منذ زمن طويل لكن ما يحدث اليوم في العراق هو ربما صورة واضحة أوضح مما كانت عليه الأمور سابقة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق ومنذ سقوط بغداد إلى اليوم الصورة بدأت تتجلى بوضوح أكثر سوف نذهب الآن إلى ميادين النزاع والاختلاف بين تركيا وإيران ونرصدها معا تفضل في ذمة التاريخ اشتركت ترك والفرسو بالانصهاري في ثقافة موحدة أثروا عبرها في محيطهم الإسلامي حتى ظهرت ما تعرف بالثقافة التركية الفارسية واستمرت حتى العهد الحديث إلا أن الثقافة التلك وما تضميره من آفاق العلاقات انهارت بمجيء الثورة الإيرانية لتبدأ مذاك صراعات النفوذ بالنشوء شيئا فشيئا وفي العقد الماضي استقرت العلاقات بينهما على ثلاثة أسس وهي التعاملات الاقتصادية ورفض انفصال كردستان ودعم قيام دولة فلسطينية في الأفق الاقتصادي التقى البلدان على عدة نقاط جعلت من نبذ الخلافات مبدأا مشتركا صنعت قاربا مؤقتا عززه دور كل منهما في العراق من أجل منع قيام أو قيام كيان كردي يهدد الأراضي للطرفين إلى أن التقسيم الإقليمي للعراق الذي جاء به دستور بريمر كان أقرب إلى المصلحة الإيرانية بما جعل بما يجعل إيران تغض الطرف عن قيام إدارة ذاتية في إقليم كردستان مقابل غدوها ورواحها في العراق طولا وعرضا وهو ما أزعج استقرار تركيا وحاربته عبر تحركات عسكرية تجاوزت الحدود العراقية دخولا حماية لحدودها من أحزاب كردية مسلحة تصنفها أنقرة بالإرهابية الخلاف ذاته اتخذ صورة أوضح في سوريا فبقيام الثورة السورية عام 2011 قسمت المنطقة بأسرها بين مؤيدين للمعارضة وداعمين للحكومة السورية وإذ كانت إيران أول وأكبر داعمي الحكومة السورية كانت تركيا على الطرف المقابل تستقبل اللاجئين وتدعم حركات المعارضة المسلحة على أساس تأمين المناطق الحدودية حماية للبوابات التركية وتعظم الخلاف حين انسحبت الولايات المتحدة من الشمال السوري ونفذت أنقرة عمليات ضد المسلحين الأكراد هناك فاعتبرت دمشق ذلك تدخلا سافرا في شؤونها وساندتها طهران بالقلب واللسان واليد أيضا في ليبيا كان على تركيا أن تدعم الحكومة الشرعية وهي حكومة الوفاق ذات الميول الإسلامية وكان ذلك عبر الدعم السياسي والعسكري لاحقا إلا أن إيران وقفت بين خيارين صعبين فإذ تدعم روسيا حفتر فإن جهات تناصب إيران العداء تدعمه أيضا ولكنها لغة الحلف الواحد التي فرضت على طهران لانخراط في موقف موسكو وتمثله تعدد أوجه الموقف الإيراني الدعم للتدخل التركي من جهة ولحفتر من جهة أخرى شكل علاقة مرتبكة بين الطرفين في ليبيا أما في اليمن فاتخذت تركيا موقفا أقرب إلى التحالف بقيادة السعودية انطلاقا من دعم الحكومة الشرعية في وقت كانت فيه إيران تسخر بل تسخر كل ما يمكن لدعم الحوثيين على الجبهة المقابلة وفيما يخص القضية الفلسطينية اتخذت كل من طهران وأنقرة من غزة ودعم المقاومة نقطة للتنافس فلم يستطع التقاؤهما على الغاية ذاتها أن يوحد الجهود ثمت إذن تنافر أساسه التنافس على النفوذ بين قوتين إسلاميتين تكبران معا في إقليم واحد وعلى أساس ذلك تبنى المواقف أو تهدم المتاريس المشتركة وتتوتر العلاقات إذن حسين هناك أجواء مشحونة كانت طوال الفترات الماضية نتحدث عن أكثر من عقدين ربما من التنافس المشحون ربما بتطلعات تاريخية للسيطرة على المنطقة نتحدث عن قوتين إسلاميتين محصورتين في منطقة واحدة وتتعاظماني بالتزامن وهذا ما يشكل آفاق أوسع للتنافس وبالتالي يشكل توترات في عدة أماكن نتحدث عن توتر في العراق توتر في سوريا توتر في اليمن توتر في ليبيا أيضا وهناك أيضا مناطق أخرى خارج هذه المنطقة مثل إقليم قربال نعم سلطان لا نعلم إذا كان هذا التنافس سيذهب مستقبلا إلى أبعد من التوترات التي تحدثت عنها إذن سلطان القيسي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والإضاحات شكرا مشاهدين وقبل أن نبدأ النقاش أرحب بضيفي معنا من طهران الدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية أهلا بك ومعنا أيضا من إسطنبول الأستاذ يوسف كاتب أغلو الخبير في الشؤون التركية أهلا بكم أبدأ مع ضيفي من طهران الدكتور محمد دكتور محمد يعني برأيك ما هي دوافع التصريح الإيراني اليوم وهل ثمت مخاوف دكتور يعني من تمدد تركي في المنطقة مساء الخير تحية لك وتحية إلى ضيفك وللمشاهدين الكرام أنا أعتقد بأن تصريح السفير الإيراني لحد الآن هو غير مبرر لماذا هو انتقد الموقف التركي انتقد تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية لا أعلم بخلفية الدافع الذي دفعه إلى أن ينتقد التواجد التركي العسكري في شمال العراق وبالتالي هذه القضية يجب أن ترد عليها وزارة الخارجية الإيرانية لأني لا أعتقد بأن هناك مبرر للتأزيم أو التوتر سواء كان من العراق أو ضد تركيا نحن نعلم بأن هناك علاقات اقتصادية جيدة مع إيران هناك تنسيق أمني هناك تنسيق عسكري وهناك تنسيق سياسي كبير جدا خصوصا على مسار الأزمة السورية في مسار أستانه وبالتالي هناك مصالح اقتصادية أيضا كبيرة جدا يصل تبادل التجاري بين أنقرة وطهران إلى حدود 20 مليار دولار وبالتالي البلدان مهتمان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وهناك الكثير من التعاون على مجال تصدير النفط الإيراني شراء النفط الإيراني هناك الكثير من القضايا لكن هناك أيضا تقاطعات في السياسة التركية الإيرانية وأعتقد بأنها كانت البداية في الأزمة عندما نشبت الأزمة السورية كان هناك الكثير من التقاطعات في الأزمة السورية لكن في نهاية المطاف استطاع البلدان لما يمتلكان من استقرار سياسي في كل البلدين من ليس المواجهة السياسية أو العسكرية أو الأمنية وإنما نجحها في إدارة هذه الخلافات سواء كان في سوريا في العراق في أي منطقة أخرى وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه الإدارة تحسب إيجابيا لكل الطرفين ولا تحسب عليهم نعم أنتقل إلى ضيفي من أسطنبولة الأستاذ يوسف أستاذ يوسف كيف تنظر تركيا الآن إذا سميناها مخاوف إيران في المنطقة مساء الخير تحياتي لكم وضيفكم أستاذ المشاهدين يا سيدي بداية العجب العجاب نسمع من تصريحات هنا وهناك تصريحات السفير الإيراني في بغداد الذي ألقى بها باتهامات ضد تركيا وهذه التصريحات وهذه الاتهامات ردت عليها الخارجية التركية بالرفض الشديد وعنفت وستدعت السفير الإيراني في أنقرة إلى الخارجية التركية لتبلغه بأن تركيا ترفض ما تم الإعلان عنه من تصريحات واتهامات لا أساس لها من الصحة واحد يا سيدي أنا أستغرب يعني السفير الإيراني في بغداد يستنكر وجود القوات التركية في شمال العراق وما شأنه هو هل العراق هو عبارة عن ولاية من إيران يعني هذا واحد ثانيا آخر ما يتكلم عن السيادة في موضوع العراق هي إيران فإيران هي إلى الآن اختلقت السيادة العراقية والكل يعلم بأن ما يحدث في العراق بسبب التدخل الإيراني السافر من خلال ميليشيات مسلحة من خلال التفعيل الصدام المذهبي وغير ذلك ثالثا يعني تركيا تنسق مع الحكومة المركزية مع العراق في مكافحة البيكاكا وهي منظمة إرهابية وهذه المنظمة إرهابية معترفة بها من كل دول العالم بما فيها العراق بما فيها إيران أن هذه المنظمة إرهابية ويجب محاربتها رابعا يا سيدي تركيا هي الآن مسؤولة عن تأمين حدودها وأمنها القومي وهناك حدود مشتركة بين العراق وبين تركيا أتساءل ما دور إيران في سوريا ودور إيران في اليمن في اليمن وما دور إيران في لبنان هل هناك حدود مشتركة وأمن قومي هي تريد أن تحافظ عليه خامسا أخي العجيب الغريب يعني لم يذكر السفير الإيراني في بغداد وهناك كلمة عن البيكاكا فهذا أعجب العجاب لذلك مطالبة إيران بالاعتذار المباشر نعم سيد يوسف حديثك يقودني إلى سؤال الدكتور محمد صالح دكتور محمد يعني هل الآن إيران هي من تدافع عن الحدود العراقية هذا صحيح هذا السؤال صحيح جدا لكن أولا يجب علينا أن نعلم بأن المقابلة كانت مقابلة السفير الإيراني في بغداد يرج مسجدي هي كانت مع قناة تركية يعني في إقليم كردستان العراق وبالتالي القوات العسكرية التركية هي داخلة في داخل الأراضي العراقية وموجودة في منطقة سنجار وعلى الشمال من منطقة سنجار وبالتالي هي موجودة في داخل الأراضي العراقية ولا يمكن لنا أن ننكر وحتى الحكومة العراقية اعترضت أكثر من مرة على تواجد القوات العسكرية التركية في داخل الأراضي العراقية وبالتالي هو خرق للسيادة العراقية بأي شكل من الأشكال سواء كانت إيران مهتمة بهذا الأمر أم لم تكن مهتمة هذه حقيقة واقعة الآن طبيعة الحديث هو كان مع قناة كما قلت مع قناة كردية في مهتم بالوضع في إقليم كردستان العراق وتم الحديث بهذا الشكل نعم دكتور محمد هناك من يربط زيارة وزير الخارجية العراقي قبل فترة ليست طويلة لطهران والحديث أيضا عن علاقة أو التدخل الخارجي في العراق يعني دكتور محمد هناك من يربط هذه الزيارة والحديث بهذا الموضوع تحديدا مع تصريحات السفير اليوم يعني كيف ترد على ذلك بطبيعة الحال يجب علينا أن نقتنع بأنه يجب بالحفاظ على وحدة واستقلال العراق وسيادة العراق ولا يمكن لأي جهة من الجهات الإقليمية أو الدولية أن يكون لها موضع قدم عسكري في داخل العراق وبالتالي أنا لا أريد أن أدافع عن الموقف الإيراني بقدر ما أريد أن أقول بأن إيران لا يوجد لديها أي قوات عسكرية على الأراضي العراقية إلا اللهم المستشارين الإيرانيين الذين دخلوا العراق بموافقة وطلب الحكومة العراقية والإيرانيون يقولون أنه متى ما طالبت الحكومة العراقية بانسحاب المستشارين الإيرانيين إيران تقول بأنها سوف تنسح لكن يبدو لحد الآن هناك تنظيم داعش وحاجة القوات المسلحة العراقية لتواجد والتنسيق مع المستشارين الإيرانيين الموجودين على الأراضي العراقية أما أن تكون هناك أي قوات أجنبية غير عراقية بدون علم الحكومة بدون موافقة الحكومة العراقية أنا أعتقد بأن هذا تدخل في شؤون العراقية ويعني اعتداء على السيادة العراقية نحن نعلم بأن تواجد القوات المسلحة أو جيش التركي في شمال العراق هو لن يتعارض حتى إقليم كردستان يعارض ذلك والحكومة العراقية أيضا عرضت ذلك أستاذ يوسف العلاقات التركية الإيرانية لطالما كانت توصف ومعروفة أيضا بالانسجام هل نتوقع على إثر هذا التصريح أن يتطور الخلاف مستقبلا أو في الأيام القادمة يا سيدي أشكرك سؤالك مهم وسأرد عليه لكن تعليق بسيط على كلام ضيفك الدكتور محمد صالح من طهران بعض النقاط وجب الرد عليها عندما يقول ضيفك يا سيدي بأن اللقاء كان مع قناة تركية أو قناة محلية في شمال إقليم كردستان أو أن هناك خرق للسيادة العراقية وهذه حقيقة واقعة يعني أنا أحترم ضيفك ولكن عليها أيضا أن يكون واقعيا وأن يذكر بأن هذه السيادة العراقية التي يتكلم عنها هي الآن فشلت في أن تتصدى للبيكاكا وطلبت من تركيا ونسقت مع تركيا من خلال زيارات دبلوماسية عالية المستوى واستخباراتية عالية المستوى التعاون الأمني المشترك ضد البيكاكا هذا تنصيق مشترك لذلك لا واقعية ولا مصداقية لكلامه عندما يقول بأن يجب أن يكون هناك رفض لقوات أجنبية دون موافقة الدولة العراقية هذا كلام ما هو منطقي هذا غير صحيح تركيا نسقت مع حكومة العراق المركزية ومع حكومة الإقليم واتفقت على أن البيكاكا منظم إرهابية ووجب التخلص منها هذه نقطة النقطة الثانية يقول لك لا توجد قوات عسكرية إيرانية على أراضي العراقية أستاذ يوسف كلامك يستوقف من النقطة كيف تنظر الآن تركيا للترتيبات في قضاء سنجار كالترتيبات إدارية القضاء على كل تهديد يجب القضاء على كل تهديد إرهابي موجود سواء في قضاء سنجار سواء موجود في أي أماكن موجودة متاخمة للحدود المشتركة بين كل من العراق وتركيا والبيكاكا منظمة إرهابية وهذا التهديد إذا كان مركزه ومنشأه داخل أراضي العراقية فيحق لتركيا وفق القانون 51 من الأمم المتحدة إذا ما فشلت الحكومة المركزية في ضحة هكذا تهديد إرهابية أن تقوم تركيا بعمل ما يلزم وهي تقوم بهذا الشكل هذا واحد ثانيا يقول لك داعش ويقول لك إيران موجودة بسبب داعش طبما البيكاكا أيضا مثل داعش بل أخطر من داعش يعني البيكاكا تهديد تركيا تركيا يجب أن تنتظر حتى تأتي إيران هي تحارب البيكاكا ثالثا يا أخي طبما هو حدود مشتركة بين الإيران بين العراق وبين تركيا أمن تركيا القومي هذا هو الذي يفرض على تركيا محاربة ببيكاكا أعود لسؤالك نعم أتوقع بأن إيران الآن تعي وستفهم الدرس بأن علاقاتها على المحق مع تركيا تركيا هي التي ناصرت بأن لا يكون هناك عقوبات مباشرة على إيران تركيا تريد الأمن والاستقرار في المنطقة تركيا لا تريد التصعيد هناك من يتربص في هذه المنطقة ولكن في نفس الوقت لا ننسى أن إيران لديها أجندة إيديولوجية لديها خططها الإيديولوجية وبالتالي كما أن لها خطط إيديولوجية لديها أيضا حماية أمنها القومي الذي يعتبر أولوية قصوى بعد محاولة الإنقلاب الفاشل في 2016 نعم دكتور محمد دكتور محمد بإختصار إذا تفضلت لم يبقى لنا الوقت الكثير في هذا الملف دكتور ألم تكن طهران بغنى عن هذا التصريح في وقت تفرض عليها عقوبات وأيضا هي تمر بأزمات وضغط عالمي هذا صحيح جدا يعني أنا لا أريد أن أدخل في مناكفات بهذا الاتجاه لكن بالتأكيد أنا قلت في بداية الحديث أن لا أعلم ما هي الدوافع التي دفعت السفير الإيراني في بغداد سيد إيرج مسجدي بالتحدث حول التواجد العسكري أو التواجد القوات أو الجيش التركي في شمال العراق بدون إذن الحكومة العراقية لا أدري ما هي الدوافع لكني أعتقد بأن إيران لا تريد التصعيد مع تركيا أنا قلت بأن هناك الكثير من المشتركات الاقتصادية والأمنية والسياسية موجودة بين طهران وأنقرة وبالتالي لا أعتقد بأن هذا الحادث سوف يتطور إيران أيضا استدعت السفير التركي في بغداد ووجهت له احتجاج على تصريحات وزير الداخلية التركي والسفير التركي في بغداد لكني لا أعتقد بأن هذا الحادث سوف يتطور شكرا دكتور وأعتقد بأن حنكة القيادتين في تركيا وإيران سوف تستطيع أن تستوعبان نعم دكتور أنا أعتذر لكن الوقت المخصص لهذا الملف قد انتهى إذن ضيفي من طهران دكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية شكرا جزيلا لك والشكر موصول أيضا لضيفي من اسطنبول الأستاذ يوسف كاتب أغلو الخبير في الشؤون التركية شكرا جزيلا لكم